اشتركوا في القناة والسيناريو المحترفين اعتادوا على النظر إلى كل شيء بشكل عام في حين أن الرسوم الحجمية ترغم على التفكير في أدق التفاصيل نوجه الهاتف فيظهر موقع ما وشخصية مرسومة من خلال توجيه الشخص للهاتف يمكنه أن يرى أي شيء والنظر إليه من أي جهة وأي زاوية عند التدوير ظهور الأرنب من جحره وتحيته وتفاعله مع الطفل جميع الأفكار المكتوبة يسلمها كاتب السيناريو إلى قسم رسوم ثنائية الأبعاد وهنا يتوجب على الفناني المختص أن يرسم الشخصيات من جميع الزوايا وفي جميع المواقع لنفترض أنها ليلة وهي موجودة فقط في هذا الإسقاط ولكنها في المشهد الخلفي مثلا غير موجودة فيجب علي أن أرسم كيف تبدو من الخلف أو من الجانب أو مثلا إضافة بعض العناصر غير الموجودة في القصة كالقبعة فعلي رسم هذه القبعة ثم يأتي دور فناني رسوم ثلاثية الأبعاد فهو الذي يعمل على النموذج الحجمي إذ يرسم الشكل ويلوينه يستغرق النموذج الواحد في المتوسط يومين أو ثلاثة أيام أما النماذج العضوية فهي أكثر فنية طبعا لذا يمكن أن تحتاج إلى وقت أكثر من الأشكال التقنية أنا أله عمليا عندما أقوم بذلك وأحصل في نفس الوقت على المتعة والدعم المالي المرحلة التالية هي تحريك الرسوم وهو عمل انشاق على الفنان والمبرمج الممثلين بشخص واحد يعمل هليب أولا على هيكل الشخصية فيقوم برسمه ويدوينه على شكل رموز برمجية ومن ثم يقوم بذات الشيء لكل حركة من حركاته يستغرق إعداد عشر ثوان من رسوم المتحركة حوالي يومين من العمل كنت طفلا أيضا وتمنيت منذ طفولتي صنع الرسوم المتحركة وأفلامها كما وكنت في نفس الوقت أحب القصص كثيرا ها قد جمعت بين هذين الجانبين معا وأشارك في ذلك في صناعة هذا العالم الساحر في الخطوة الأخيرة يقومون برمجون بوضع التطبيق الذي يحيي قصة الكتاب اسحب إلى الخلف أكثر لا تخاف يمكنك أن ترى كل شيء حيث يحدث كل هذا ومن هذا برأيك؟ إنها ليلة مع قبعتها الحمراء حازت في بداية الصيف سلسلة قصص الأطفال المعززة بالواقع المضاف من إنتاج Live Animation وLittle Hippo Publishing House على جائزة اختيار الوالدين Parents Choice Award وهي جائزة عالمية مرموقة تمنح في الولايات المتحدة لممثلي تكنولوجيا المعلومات وتعادل الأسكار يحظى هذا المنتج الأوكراني الفريد بشعبية كبيرة في العالم لذا فإن معظم الكتب تصدر باللغة الإنجليزية ولكن المنتجون يعيدون بتقديم عدداً أكبر من الرسوم المتحركة في المستقبل والتي لا تقتصر على الكتب فقط فلقد ظهرت في الأسواق أيضاً دفاتر تلوين وأغلفة للهدايا وملسقات معززة بالواقع المضاف وهدف شركة Life Animations خلق عالم خيالي ليستمتع به الأطفال